معدنا الآن مع موجز لأهم وآخر أنباء موجز الثامنة صباحا مع زملتنا دينا شرفة فضلادي شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وأشدد الرئيس السيسي على أن تكون القيادة الاستراتيجية إضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة بما يضمن تكامل التخطيط والتنصيق لجميع جهاتها وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة وقال الرئيس السيسي إنه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم القوى الشاملة للدولة على رأس أولوياتها كما أكد الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحتيثة التي تقوم بها الدولة لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية تواصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وبحضور عدد من الوزراء وكان المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة قد أكد أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة التي تمت في الفترة السابقة عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفاهم التحديات التي تواجه الدولة كما أنها أظهر تطلعات المجتمع المصري استشد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزنا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع فيما وصلت مدفعية الاحتلال لقصف الأحياء الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجران مخيمي بلاطة وعسكر شرق نبلس بالضفة الغربية المحتلة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من أليات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر من حاجز بيت فوريك وانتشرت في المنطقة واعتلت أسطح الأحد البنايات قرب مدخل بلاطة وسط اطلاق كنار كثيف ومشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من أحد المنازل في مخيم عسكر فيما أطلقت النار صوب صيارة إسعاف قرب مخيم بلاطة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات أمريكية ضمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لقوات الحوثي في منطقة تسيطر عليها في اليمن ومن جانبها أعلنت قوات الحوثي استهداف تشارل يساليس السفينة مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة أدانت كوريا الشمالية الأعلن الصادر عن قمة حلف شمال الأطلنطي التي عقدت على مدار الأيام القليلة الماضية في واشنطن والتي أكد زعماء دول الحلف فيما تعهد فيها تعهدهم بالضمام أوكرانيا إلى عضوية الحلف واتخذوا موقفا أقوى بشأن دعم الصين لروسيا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن أعلن قمة واشنطن يثبت أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي يشكلان أخطر تهديد للسلام والأمن العالميين بعد أن تحول إلى آدات للمواجهة على حد تعبيره مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الرامية إلى توسيع التكتلات العسكرية مع دول الحلف والشركاء الأسيويين بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان هي السبب الجذري لتهديد السلام الإقليمي بشكل خطير وتفقم البيئة الأمنية الدولية بشكل كبير وإشعال سباق تسلح عالمي ورياضيا نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين ومثير على ضيفه برامد بنتيجة ثلاثة اثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة الستين بالمكة الثاني من 24 مباراة فقط بينما يظل برامد في الصدارة برصيد 68 نقطة من 28 مباراة أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولوبية تشكيل لجنة القيم للتحقيق في وقاعة شهد سعيد وجانا علي ولعبتي الدراجات بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا وتستعرض اللجنة ملف الوقاعة وفقا للمستندات المقدمة من اتحاد الدراجات واستجواب الأطراف الخاصة بالأزمة من أجل إصدار قرار النهائي اليوم هذا وطالب رئيس اللجنة الأولمبية من جميع الأطراف الهدوء خلال الفترة الحالية ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر